بيبتدي ان هما يدلع ويدلع في ده ويدلع في ده فلما الزجين ذات نفسهم بيحصل اكشم ما بينهم يحصل ان هو يقول لها انت ما تبختش النهار ده هي يومك كل شوية هتجيب لك الاكل تمام وانت عايزنا انا اطبخ وانا مش عارف ايه هوني 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 تلاقي امت راح تقامت مجزرة وطبعا هي غير مستوعبة للتعامل وهو غير مستوعب للتعامل اما هو بيقتلها او هي بتقتله بس اللي بيحصل اكتر دلوقتي اللي احنا في الوقت الحالي ده اما طلق او قتل يعني الراجل ازا منجيش بنفسه بالطباق تمام مش هينجا من القتل ده اللي انا بلاحظه الحاليا شاب بمسك شاب بنت تمام عايز اتجاوزها بالاكراه فهم راح اه جاي برقابتها في وصل الشارع وهاجت الدنيا وما قعدتش لكن واحدة تمام اتفقت مع زملاتها في الجامعة واتفقت مع اهلها مع ابوها واتفقت مع اخواتها تمام مسكوا جزها قدام ابنهم يعني ابن الراجل وراموه من الدور المش عارف الحداشر ولا مش عارف الدور التاسع عشان الاخ تجوز على بنتهم بس شوف تقييم الامور بقى عاملة ازاي يعني هو تجوز انت ممكن تقدر ترفع عليه قضية يعني هو ملقش احقية برضو ان انت ترفع عليه قضية بس انت من قد ترفع غضية بتضرر بس بس بتظلها يا اخ ابو احمد يعني معل capit quarter حالات كم يعني حالات استثنائية اه حالات استثنائية تمام? دي حالات استثنائية لأ يا استاذ استاذ اسامة دي دي حالات استثنائية حضرتك تمام ؟ اتصلت عليها الضوء في حالات استثنائية ما تسلطش عليها الضوء. ليش تسلط عليها الضوء هاي? لانه شيء اه مش موجود في مجتمعنا يعني شيء مش طبيعي. يعني ما لا احد من مثل هذه الامور. عشان هيك لي مش تضخيم هو شيء غريب يعني لما يكون الاب يخضل بنته مثلا. او انه يعتدي على ابنه او اختلف في شيء او سير قتل بين الابلاد. اه هاي الامور تسلط عليها لانه مش غريبة على مجتمعات العربية. صحيح? هل صارت من الاسف في نوع من انواع الانتشار من هاد الشيء. من الاسف. كتير بقى كتير قوي. لكن بالضبطة اديش احنا منحكي احنا عنا منحكي مثلا ملايين احنا اه في مصر. ما مش كل حاجة مسلطة عليك. مش كل حاجة مسلطة عليك. يعني كمثال 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 يعني اه 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 انا هكلمك على مصر بناء عن انا بتابع اخبار مصري وانا يعني راجل مصري. في واحد اه اه برازيلي من كم يوم تمام? جاء عمل نفسه شنقيت كده وعمل نفسه مفتح والتريع على بنت يعني غلبانا في اه بزار تمام? لو لما في مصريين ترجموا كلامه اتكلم بالبرتغالي تمام? لو لما في مصريين اتجابوا كلامه تمام? وترجموه والشرطة المصرية عبضت عليه تمام? اوكي? تمام? هل كده ده يدل ان هو الراجل ده حالة استثنائية? لا. لا. اقول لك ليه بقى? اقول لك ليه? في واحد برضو برازيلي موجود في الفلبين تمام? عمل فيديوهات برازيلي برضو تمام? عمل فيديوهات كان بيجيب البنات فيه اه بيخش هو حاجس الفندق تمام? فبيجيب البنات اه اه ويفضل يتكلم بالفاظ اه اه بزيئة بال بالانجليزي او بالبرتغالي تمام? وطبعا انترجمت يوتيوب بسم الله ما شاء الله عليها انترجم لك الجن الازرع تمام? وقول لك البنت دي محتاجاني انا مش مش هفسر الكلام تمام? مش هفسر الكلام. فالبنت دي محتاجاني البنت دي تعبانة البنت دي مش عارف كزا البنت دي عايزاني اه هي بتبصيلي ليه كده اه بكلمة صحابها يعني بيطلع احاقات جنسية عن البنت رغم ان البنت ما اصدرتش اي شيء تمام? اه ادي واحد. واحد تاني برازيلي تمام? في طايلاند. واحد تاني برازيلي في طايلاند. بيروح يعمل مساج. عامل فيديوهات على اليوتيوب تمام? بروح يعمل مساج. نفس القصة تمام? هل دي بقى حالة استثنائية? ولا موضوع الثقافة العامة اصلا انت متلاقيش تلات حاجات تمام? منتشرين. وناس عندهم سبسكرايبر كتير يعني ناس موجودين كتيرة اوي بتعدل اتنين مليون تلاتة مليون. الا ازا كان هو معجب من محتوى بتاعه. فهو الراجل ده بقى مش راح مصر بس. او التارية على واحدة مصرية بس. لا ده التارية على مصرية وطايلاندية وهندية وفلبينية واندونيسية اي بلد راح فيها التارية. فده يدل على ايه? ان غالبية الناس تفكرها كده. وإلا ما كانوش التلاتة دول او الاربعة دول اتجهوا للكلام ده. كم تعالى? في انتني? فلما تلاقي الناس متجهة تمام? الحارين متجهة للاتل والحاجات اللي هي اه اه فيها عنف تمام? فده اللي بتسلط جزء صغير منه عضوء عليه. لكن العنف الاسري اللي موجود داخل البيت تمام? اللي محدش يعرفه تمام? او اللي ما بيتنشرش لخوفا من الفضيحة خوفا من كزا خوفا من كزا. ده في واحدة كانت في الكويت رفعت قضية على جزءها تمام? لانه اتجوز اختها. ورغم ان انا كنت مش فاهم الموضوع ده انا واحد كنت يعني ازاي واحد يتجوز اخته مراتي? وده مش حرام? اكتشفت ان الراجل عارف في دينه اكتر مني انا. ان هو اه حرام بس الجمع بينهم اثناء الحياة. وان هي تمام? بعد الطلاق ليه هو? ليه هو? تلات شهور ينتظر فيه اربع شهور. ينتظر فيها تمام? عدة مراته. عدة مراته. ينتظر عدة مراته هو. تمام? عشان اتجوز اختها. طبعا انا دخلت بقى في ايه في تشريعه والكلام ده كله ودورته وقلبت الدنيا عشان اعرف الراجل ازاي اتجوز اخت مراته. ربما راحت رفعت القضية تمام? هي مش فاهمة في دينها زي حالاتي. لكن جزءها فاهم. اه. تمام? المحكمة عملت ايه? ولا شيء. ورفضت القضية. اه. فاهمتني? فايه اللي بيحصل بقى في المجتمعات العربية كلها? ان الست عايزة تسيطر. وتسيطر بايه? هي مش سيطرة وخلاص. لأ. هي سيطرة بآآ يعني عايزة توجه العلامي. سيطرة وخلاص. اه لأ سيطرة وتهميش لمسئولية الراجل. يعني انا حاجب لك مثال يا حاجة بسيطة. تمام? انا كنت عملت فيديو من كام يوم بتكلم فيه ان الناس بقت بتمسك بعض الاحاديث وبعض الحاجات في القرآن. تمام? بيدخلوها في اتجاه تاني خالص. اللي هو ايه بقى حضرتك? امك ثم امك ثم امك. تمام? ثم ابوك. فهو لما تسأل كان الرسول عليه الصلاة والسلام في 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 حديث لا اتذكره انا مش متذكره او يعني بس اللي انا متذكر منه ان هو كان بيسأل ايهم افضل تمام? في الجهاد. هل اروح اجاهد? ولا? يعني فيم معناه? هل اروح اجاهد? فهو الرسول عليه الصلاة والسلام سأله. عندك اهلك موجودين? اه. امك موجودة? اه. تمام? من الاولى بالمعروف? امك. ثم من امك? ثم من امك? ثم من ابوك? ليه? لان الاب حيطلع يجاهد برضو. الاب حيطلع يجاهد. لكن الام هي اللي قاعدة في البيت. فهي الاولى بالمعروف ابوك يجاهد وانت يجاهد معها في البيت. ما يبقىش اللي اتنين في الجهات. تمام? اركن دي على جنب. تمام? احتفالات بعيد الام بس. رغم ان العالم كله بحتفل بعيد الام وعيد الاب. تمام? لكن في في الدول العربية احتفالات بعيد الام وبس. وحطوا نقطة وآآ من اول السطر. آآ الام والحمل والمش عارف ايه? وبس. تمام? لكن ما بيذكرش ان القرآن ما بيذكرش ان القرآن تمام? بيذكر الطاعة للوالدون. ما بيذكر آآ آآ عدم الاتباع مثلا في المحصية لله تمام? وان انت تكون مؤمر بالمعروف معهم تمام? للاتنين. تمام? اوكي? اي شيء للاتنين. اي حاجة للاتنين. تمام? اي شيء واي كفاح واي عفو واي شيء انت هتعمله للاتنين. ما حط لكش الست لوحدها وقال لك القرآن كله واقف على الست. او حط لك الاحاديس كلها وقال لك الاحاديس كلها النبي ما كانت ما ذكرش للست. فاصبح ان الموضوع هوجة ان فيه الست والست 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 والست. واصبح فيه تهميش للراجل اركن على جنب رميه في الزبالة. طب انت عايز تهميش الراجل ليه? انت عايز تهميشه ليه? ايه الهدف من انت تهميشه? تفسخ الست بقى. تقوم بقى انت حرة. انت مش عارف كزا. انت آآ يدم بيد مع الرجل. انت كزا. يقوم ايه? يتحكوا على على الستات تمام? تلاقي الست تقوم تقف قدام الراجل زي تديك في البيت. انا بصرف على البيت. انا بعمل مش عارف ايه. رغم ان الكلام ده الحرية دي موجودة هنا في الفلبين. ويمكن انت موجود وكل واحد موجود عارف الفلبين الحرية فيها عاملة ازاي. الست ممكن هنا ترفع الجزمة وتضرب تضرب الراجل قدام الناس. وما حدش يقدر يقول له التلتة التلتة كامل. ولو راح قدم فيها شك ويقدر يقدم بس فيها الاعتداء بالضرب. بس. مراته ترفع عليه الجزمة وتهين كرمته قدام الناس في الشارع. ورغم ذلك ما بتعملش حاجة زي كده. وقدرش يرد عليها كامل. كنا نقطع الصوت يعني? عند ابو احمد فصل الناس. اه. هو بيبدل ما بين ابو احمد شوية وما بين السيد زبراهيم شوية. انا بقول والله الاعلام عدم وجود الرقابة على البرامج حاليا. يعني من الاسف صار كل ما نهب ودب صار يحكي في المواضيع زي ما بده. صحيح. شو ما يخطر له الفكرة وشو كده. يعني من اول احنا في السنوات العشرة او العشرين سنان الفاتت. كانت الواحد كان في رقابة على البرامج. كان مش اي موضوع يطلع. اذا كان فيه موضوع مؤثر على الثقافة الاسلامية او العربية او بشكل عام. كان كان يضع له حتى. حتى لما كان يجي من الافلام الاجنبية او العربية او كده. وفيها فكرة ممكن ترتفض. ترتفض من الازهر. ترتفض من الرخابة في التلفزيون. حاليا اي شيء اي واحد. حتى كان حتى الكرتون. كل شيء تمام. حتى الرقابة بس على السياسة. اما باقي متى باقي احكي زي ما بدك. وهذا الشيء يعني رقابة الاعلام خطير. الاعلام خطير جدا. واثر ايضا على المجتمعات وسبوكيات المجتمعات العربية. سواء كانت في الاسرة كالاولاد او البنات او حتى في بين الزوجين. خاصة المسلسلات في رمضان. خاصة المسلسلات في رمضان دي مشكلة. للاسف يعني هاي عدم وجود الرقابة اي او اندفارها نحكي. ووجود طبعا عالم الانترنت وفضائل واسع للإعلام. صورة انت تفتح ما بدك هاي القناة تفتح الخلقات ثانية. بالفيسبوك. نعم. بقول التيك توك والفيسبوك والتواصل الاشتماعات. كاب بدك تراقب البيت كمان بدك كمان تعرف اذا كون انت جدي بس ما بدك تمنع شيء عن ولادك لكن انك انت تتوجههم انه يعني هذا صح. هذا خطأ. بس فيه مرامج على الرقابة الاسرية. اشتركوا في القناة